السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022 هنستعرض مع بعض كل النتائج اللي حصلت في الجولة الاولى والجولة الثانية ترتيب المجموعات التمانية بعد نهاية الجولة الثانية حظوظ التأهل بالنسبة لكل المنتخبات والمتأهلين رسميا والمغادرين رسميا لكن في بداية الفيديو اتمنى اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد المجموعة الاولى اللي كانت بتضم القطر والسنغال والاكوادور وهولندا اتلعب في الجولة الاولى مباراتين مباراة الاكوادور وقطر وفازت الاكوادور اتنين مقابل لا شيء ايضا فازت هولندا على السنغال بنفس النتيجة اتنين مقابل لا شيء رحنا للجولة الثانية اتلعب ايضا مباراتين هولندا تتعادل مع الاكوادور واحد مقابل واحد وتفوز السنغال على قطر 3 مقابل 1 موعد الجولة السالسة والأخيرة يوم السلساء غدا 29-11-2022 مبارتين الإكوادور والسنغال وهولندا ضد قطر المبارتين الساعة 5 مساء في نفس التوقيت بتوقيت القاهرة الترتيب الحالي بعد نهاية مباريات الجولة الثانية الإكوادور في الصدارة 4 نقاط لها فرق هدفين بلاس هدفين هولندا في المركز الثاني أيضا 4 نقاط فرق هدفين نفس الحكاية زي الإكوادور السنغال في المركز الثالث عندها 3 نقاط وفرق صفر من الأهداف قطر في المركز الأخير وتغادر رسميا للأسف بطولة المنديال حصوص التقاهل طبعا قطر رسميا تغادر هولندا تفوز أو تتعادل تصل إلى الدور الستاشر السنغال لازم تفوز عشان توصل من هذه المجموعة الإكوادور والسنغال هي المباراة الفايصل في هذه المجموعة وهنعرف مين يوصل لدور الستاشر طبعا بتمنى بعد كل مجموعة تكتبوا لنا في التعليقات مين هيوصل من المجموعة المجموعة الثانية اللي بتضم انجلترا وأمريكا وويلز وطبعا إيران بيطلع فيها مبارتين المباراة الأولى في الجولة الأولى انجلترا فازت على إيران 6 مقابل 2 وفي المباراة الثانية أمريكا تعادلت مع ويلز 1 مقابل 1 في الجولة الثانية إيران تفوز على ويلز 2 مقابل لا شيء وانجلترا تتعادل مع أمريكا 0 مقابل 0 موعد الجولة الثالثة والحاسمة يوم السلساء أيضا غدا 29-11-2022 إيران ستواجه أمريكا ويلز ستواجه انجلترا المباراة الثانية الساعة 9 مساء في نفس التوقيت الترتيب الحالي للمجموعة انجلترا في الصدارة 4 نقاط وعندها فرق زيادة 4 أهداف إيران في المركز الثاني 3 نقاط سالب هدفين في المركز الثاني أمريكا عندها نقطتين وصفر من الأهداف فرق الأهداف ويلز في المركز الأخير عندها نقطة واحدة سالب 2 من الأهداف الحظوظ للكل قائمة يعني الأربع منتخبات يقدروا يوصلوا انجلترا تتعادل أو تفوز طبعا تصل أول هذه المجموعة إيران تفوز توصل وتتعادل توصل أيضا عندها فرصة كبيرة أمريكا لازم تفوز عشان تقدر توصل ويلز محتاجة تفوز على انجلترا بغلة تهدفية وتنتظر نتيجة المباراة الأخرى نروح للمجموعة الثالثة اللي بتضم بولندا والأرجنتين والسعودية والمكسيك طبعا نتلعب في الجولة الأولى السعودية والأرجنتين فازت السعودية على الأرجنتين 2 مقابل 1 وبولندا تعادلت مع المكسيك 0 مقابل 0 في الجولة الثانية الأرجنتين فازت على المكسيك 2 مقابل شيء وبولندا فازت على السعودية 2 مقابل شيء موعد الجولة السالسة يوم الأربعاء المقبل 30-11-2022 بمواجهتي السعودية ضد المكسيك الساعة 9 مساء وبولندا والأرجنتين في نفس التوقيت الترتيب الحالي لهذه المجموعة بولندا في الصدارة بأربع نقاط وفرق هدفين الأرجنتين في المركز الثاني عندها تلت نقاط وفرق هدف واحد السعودية في المركز الثالث عندها تلت نقاط وأيضا سالب واحد من الاهداف المكسيك في المركز الأخير عندها نقاط واحدة وسالب اثنين من الاهداف السعودية تملك الفرصة للصعود من هذه المجموعة وإن شاء الله تقدر تفوز وتوصل من هذه المجموعة المكسيك لها فرصة وحيدة وهي الفوز والانتظار في المباراة الأخرى بولندا هي الأقرب إلى الصعود لأنها هي المركز الأول أكثر المنتخبات حزوزا تفوز أو تتعادل تصل بالنسبة لبولندا الأرجنتين لازم تكسب لو تعدد تنتظر نتيجة المباراة الثانية السعودية لازم تفوز عشان توصل التعادل هيبقى فيه حسابات أخرى المجموعة الرابعة اللي بتضم فرنسا وتونس واستراليا والدنمارك اتلعب فيها مباراتين الجولة الأولى جولتين بتأسف الجولة الأولى تونس اتعادلت مع الدنمارك صفر مقابل صفر فرنسا فازت على استراليا أربعة مقابل واحد وفي الجولة الثانية أستراليا فازت على تونس واحد مقابل لاشيء وفرنسا فازت على الدنمارك اتنين مقابل واحد موعد الجولة الثالثة أو الحاسمة يوم الأربعة تلاتين حداشر الفين اتنين وعشرين بمواجهتي فرنسا ضد تونس والدنمارك ضد استراليا الساعة خمسة مساء في نفس التوقيت الترتيب الحالي لهذه المجموعة فرنسا في الصدارة وتسعد إلى دور الستاشر عندها ست نقاط وفرق أربع هداف أستراليا في المركز الثاني عندها تلات نقاط وسالب هدفين الدنمارك في المركز الثالث عندها نقطة واحدة وسالب هدف تونس في المركز الأخير عندها نقطة واحدة وسالب واحد فرنسا خلاص صعدت أول هذه المجموعة تونس عشان توصل لازم تفوز من مباراتها قدام فرنسا وتنتظر نتائج المباراة الأخرى أستراليا تتعادل تنتظر فوز في المباراة الأخرى الدنمارك تفوز تسعد وأيضا تونس عليها الفوز وبنتيجة وتنتظر المباراة الأخرى بالنسبة لي المجموعة الخمسة اللي بتضم أسبانيا واليابان وألمانيا وكستاريكا اتلعب أيضا مبارتين اليابان فازت على ألمانيا 2 مقابل 1 وأسبانيا فازت على كستاريكا 7 مقابل شيء في الجولة الثانية ألمانيا تعادلت مع أسبانيا 1 مقابل 1 وكوستريكا فازت على اليابان 1 مقابل لاشه موعد الجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة يوم الخميس 1-12-2022 مواجهتي اليابان ضد أسبانيا وكوستريكا ضد ألمانيا الساعة 9 مساء الترتيب الحالي لهذه المجموعة أسبانيا في الصدارة 4 نقاط وفرق 7 أهداف اليابان 3 نقاط وصفر من الأهداف كوستريكا 3 نقاط سالب 6 أهداف ألمانيا في المركز الأخير عندها نقطة واحدة وسالب واحد من الأهداف أسبانيا يكفيها التعادل فقط حتى تصل إلى الدور القادم اليابان لازم تكسب وتتآهل رسميا دون النظر للنتائج الأخرى لو تعدت اليابان تنتظر نتيجة المباراة الأخرى ألمانيا تقدر تصعد من هذه المجموعة لو طبعا فازت بفرق هدفين مع فوز أسبانيا على فريق اليابان يعني ألمانيا تقدر توصل ولكن تفوز وأسبانيا تفوز ألمانيا تفوز بفرق هدفين وأسبانيا تفوز المجموعة السادسة اللي فيها كرواتيا وبلجيكا والمغرب وكندا أيضا اتلعب فيها جولتين المغرب اتعدلت مع كرواتيا في الجولة الأولى 0 مقابل 0 بلجيكا فازت على كندا 1 مقابل شيء في الجولة الثانية المنتخب المغربي يفوز على بلجيكا 2 مقابل شيء وكرواتيا تفوز على كندا 4 مقابل 1 في الجولة الثالثة والحاسمة يوم الخميس القادم 1-12-2022 المغرب في مواجهة كندا بلجيكا في مواجهة كرواتيا الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة في نفس التوقيت المباراتين الترتيب الحالي لهذه المجموعة كرواتيا في الصدارة 4 نقاط وفرق 3 أهداف زيادة المغرب في المركز الثاني 4 نقاط وفرق هدفين زيادة بلجيكا في المركز الثالث 3 نقاط وعندها سالب 1 من الأهداف كندا في المركز الأخير 0 من النقاط وسالب 4 أهداف المغرب لازم عليها تفوز لكي تتأهل ممكن تتعادل ولكن تنتظر المباراة الأخرى نتمنى أن يفوز المنتخب المغربي ويصعد دون الدخول في حسابات المجموعة السابعة اللي بتضم البرازيل وسويسرا والكاميرون وسربيا الجولة الأولى تلعبت فيها مباراتين البرازيل فازت على سربيا 2 مقابل لشيء والكاميرون اتهزمت من سويسرا 0 مقابل 1 الجولة الثانية اللي تلعبت النهاردة البرازيل فازت على سويسرا 1 مقابل لشيء والكاميرون تعادلت مع سربيا 3 مقابل 3 موعد الجولة الأخيرة والحاسمة يوم الجمعة القادم 2-12-2022 البرازيل في مواجهة الكاميرون وسويسرا في مواجهة سربية الساعة 9 مساء في نفس التوقيت الترتيب الحالي لهذه المجموعة البرازيل في الصدارة 6 نقاط وفرق 3 أهداف سويسرا في المركز الثاني 3 نقاط وفرق 0 من الأهداف الكاميرون في المركز الثالث عندها نقطة واحدة وسالب 1 من الأهداف سربية في المركز الرابع عندها نقطة واحدة وسالب 2 من الأهداف الحظوظ البرازيل تأهلت رسميا الكاميرون من الممكن أن تصعد ولكن تفوز على البرازيل في الجولة الأخيرة بغلة تهدفية وأيضا مع فوز سربيا أو تعادل سربيا مع سويسرا الفوز لسويسرا أو التعادل يؤهل سويسرا نروح للمجموعة السامنة والأخيرة البرتغال أورجوي غانا وكوريا اتلعبت في الجولة الأولى مبارتين البرتغال وغانا فازت البرتغال 3 مقابل 2 أورجوي وتعادلت مع كوريا 0 مقابل 0 والنهاردة في الجولة الثانية كوريا اتهزمت من غانا 2 مقابل 3 والبرتغال تفوز على أورجوي 2 مقابل لا شيء موعد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الخميس 2-12-2022 ما بين غانا والأورجوي وكوريا والبرتغال في نفس التوقيت الساعة 5 مساء المبارتين الترتيب الحالي لهذه المجموعة البرتغال صعدت رسميا لدور الستاشر وعندها ست نقاط وفرق ثلاث أهداف غانا في المركز الثاني عندها ثلاث نقاط وصفر من الأهداف أورجوي وكوريا في المركز الثالث والرابع طبعا كوريا عندها نقطة واحدة والأورجوي نقطة واحدة سالب واحد من الأهداف لكوريا وسالب اتنين من الأهداف لأورجوي مبروك لمنتخب البرتغال صعد رسميا من هذه المجموعة أما المنتخبات الأخرى تتنافس على المركز الثاني ده كل تفاصيل المجموعات التمانية النتائج ترتيب المجموعات حظوظ التأهل قلولنا رأيكم في التعليقات مين يقدر يكمل دور الستاشر صعد رسميا تلات منتخبات فرنسا البرازيل البرتغال متبقي عندنا تلاتاشر منتخب اكتبوا لنا أسماء التلاتاشر منتخب في التعليقات بالإضافة للتلات منتخبات ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته